خلينا نروح للبطولة مهمة جداً مهمة جداً جداً أنا بشوف أنه البطولة دي وهتبني قيمتها في السنوات القادمة يعني في ظل النهاردة مش بس مصر اللي بتعاني اقتصادياً العالم كله بيعاني اقتصادياً والأندال كبير اللي كان بتصرف مئة الملايين على صفقاتها النهاردة بتفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تبرم صفقة جديدة فأنا بشوف أنه البطولة دي بطولة كاس العالم للشباب مهمة جداً زي مثلاً بطولة أمم إفريقيا للمحليين زي مثلاً دورة الألعاب الأولمبية للأندال مصرية عشان تتابع وتكتشف نجوم يعني مثلاً لما تكلم على منتخب زي منتخب جنبيا هل حد يسمع عن الكرة في جنبيا أي حاجة؟ هل لو أنا نزلت النهاردة للمتخصصين مش للشارع مش للجمهور لو نزلت للناس المتخصصين في كرة القدر وسألتهم عن اسم ثلاثة أربع عندية بيلعب كرة في جنبيا هل حد ممكن يرد على السؤال وإجابة على السؤال؟ ما اعتقدش جنبيا بالنسبة لنا عالم مجهور وما اعتقدش أنه هو سوق رائج لتصدير اللاعبين للخارج لكن لما تيجي تشوف منتخب شباب جنبيا وتشوف عروضهم اللي أقدموها في بطولة أمم أفريقيا هنا في القاهرة وتشوف أداءهم فيه جنبيا كسبة فرنسا يا جماعة جنبيا كسبة فرنسا في بطولة كاس العالم للشباب جنبيا متصدرة مجموعتها على حساب كوريا الجنوبية وعلى حساب فرنسا وعلى حساب الهندوراس فهما تيجي تتكلم على منتخب شباب تحت عشرين لازم أبص على جنبيا أنا ما بكلمتكش على بقية المنتخبات المشاركة في البطولة أو في النهاية أنا لو رايح أبص على لعب محترف هبص على كل الفرع اللي بتشارك لكن أنا بكلم على جنبيا لأنه سهل قوي لما نادي زي نادي الأهلي أو نادي زي أي نادي تاني يتفاوض على موهبة في جنبيا سهل جدا أنك أنت تعمل الصفقة بـ بميزانية أو برقم أولئي الجد نتكلم على نيجيريا الحقيقة اللي برضو قدمت عروض قوية جدا كسبة إيطاليا وضمنت التأهل هي في مجموعة معاها كمان قوة عظمة معاها لو ممكن نعرض مجموعة البرازيل جروب دي معاها برازيل وإيطاليا ونيجيريا التلاتة طبعا عندهم ستة بنت بس في النهاية والدومينيكان طبعا صفر من النقاط خلاص خرجت من المجموعة لكن نيجيريا ضمنت التأهل لأنها كسبة إيطاليا وبالتالي مواجهتها مع البرازيل النهاردة يعني طبعا مواجهة منتظرة وفي النهاية طبعا صدرت مجموعة لكن واحد من المنتخبات اللي قدم عروض قوية جدا تونس كريستو واحد من أفضل لعيبة تونس الحقيقة اللي تبني عليهم مستقبل في القريب كمان العجل مش هقولك محتاج وقت كتير تونس معها إنجلترا وأروجوي والعراق تونس في المركز التالت متساوية مع الأروجوي وفيه النهاردة لقاء فاصل بينهم فيه لقاء فاصل بين تونس وأروجوي مكسبها يؤهل تونس الأدوار الإقصائية خدوا بالكم كمان إنه حتى في المركز التالت ممكن تتأهل يعني هم مفترض إنه بياخدوا الأول والتاني من كل مجموعة وبياخدوا أربع أحسن أربع توالد يتأهلوا لدور الستاشر وبالتالي تونس فرصتها كبيرة جدا في التأهل لدور الستاشر حتى لو تعدت النهاردة مع الأروجوي فأقول أن منتخبات أفريقية عاملة شغل كبيرة ده على مستوى الترانسفر على مستوى العين الخبيرة اللي ممكن تكشف وترصد كتير من المواهب اللي في سن صغير جدا فرصة كبيرة لاستثمار الفني والمالي فرصة إنك أنت تجيب العيب صغير تبني عليه وتستفيد منه فنان وتقدر بعكد تعيد تصديره مرة تانية بعد ما تحطه في الفاترينا بتاعتك وخصوصا لو كنت نادي زي النادي الأهلي مثلا بتكلم على قاعدة متابعة سباك من القاعدة الجماهيرية أنا بكلم على مين بيتفرج على الأهلي اللي بقى معروف في العالم كله النهاردة الأهلي اللاعب بريال مدريد والأهلي اللاعب باي ميونيخ والأهلي اللي كسب بارميراس والأهلي اللي كسب الهلال فبالتالي بقى النهاردة الأهلي في كاتجري الأندية العالمية بجد ومش فكرة حب وانتماء فكرة أرقام ومشاركات ومستويات بيقدمها الفريق وتوجد في كاس العالم مستمر وبالتالي تقدر العالم كله النهاردة يشوف اللاعبة في الفاترينا بتاعتك ترجمة نانسي قنقر